وادخل في تفاصيل بقى أهم نهاية دورة أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر هطرح مجموعة من التساؤلات والاستفسارات وهذه التساؤلات والاستفسارات مش تساؤلاتي أنا فقط لا ده كل جماهير الأهل عبر سوشيا الميديا بتطرح هذه التساؤلات نهاية القيد المحلي بالنسبة للقايمة الأولى 11 نوفمبر نهاية القيد بالنسبة للمسم الجديد على الورق القيد المحلي 19 نوفمبر على سيستم الفيفا 6 ديسمبر أنا طبعا برضو عايز إتحاد القرى يجاوبنا على السؤال ده إزاي فيه على الورق المنصول لراحل للأندية 19 نوفمبر وعلى سيستم الفيفا 6 ديسمبر لكن ما علينا طب نهاية دورة أبطال إفريقيا 27 نوفمبر القيد الإفريقي القايمة الأولى 10 نوفمبر القيد التاني يوم 30 نوفمبر هي مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات هل النهاية دورة أبطال إفريقيا هيلعب بالقايمة الأديمة وده المتابعة في اللوايح كلها أشفاء مشاكل ده شيء طبيعي لكن لما ألعب 27 نوفمبر ونهاية القايمة الأولى اللي أبعتها للاتحاد الإفريقيا 10 نوفمبر مع القايمة المحلية 11 نوفمبر فبالتالي هاشل لعيبة من القايمة الأولى وهستعد للنهاية بالمجموعة اللي باقي معايا فبالتالي العدد عائل هل هيحصل تعديلات خلال الساعات اللي جاية من قبل الاتحاد الإفريقيا وبالتبعية الاتحاد المصري هيعدل في مواعيد القيد ده هنشوفه خلال الساعات الجاية هل الاتحاد الإفريقيا منتظر نهاية مباراة الزمالك والرجاء الليلة عشان يقدر يشتغل على مواعيد القيد خاصة ان لو الأهل والزمالك فينال هنا هيكون التنصيق مع اتحاد محلي واحد تبتكلم في الاتحاد المنع يكون اتحاد المصري لقرطة الخدم فبالتالي هيكون فيه تنصيق ما بين القيد المحلي مع القيد الإفريقي تب لو الرجاء هو اللي تأهل للنهاية انت عندك هنا اتحادين معنيين بهذا الأمر عندك الاتحاد المصري وعندك الاتحاد المغربي هل الاتحاد الإفريقي هينصق هذه المسائل مع كلا الاتحادين خلال الفترة اللي جاية هي كلها عبارة عن استفسارات وتساؤلات بنترحها عشان الجماهير بشكل عام بقى عندها وعي وبقت زكية وعرفة مسألة القيد واللعاب المعارة واللعاب اللي هتشارك والصفقات والأجانب الناس خلاص بقى عندها دراية بكل الأمور دي ف27 نوفمبر انت بتتكلم في دورة أبطال إفريقيا موسم جديد فهل هتلعب بالقايمة القديمة ولا ممكن تسمح بالقايمة الجديدة هي كلها استفسارات هنحاون نشوف إجابات على كل هذه التساؤلات خلال الساعات اللي جاية ماتش الزمالك ورجاء النهاردة ممكن يكون خلال الساعات اللي جاية بعد هذه المباراة يكون فيه قرار بالنسبة للقيد الإفريقي خاصة ان من العدالة لما اوصل النهائي 27 نوفمبر لازم استفيد بكل القايمة اللي معايا اللي بدأت بها دورة أبطال إفريقي هذا الموسم ما ينفعش أشيل حد وضيف حد جديد والجديد اللي هضيفه مش هي لعب معايا الفاينال عموماً احنا بنترح الموضوع ودايماً الحمد لله برنامج التريند بيكلنا السب في فتح عدد من القضايا والأخبار والتفاصيل والمعلومات وخلال الساعات الجاية هنشوف الجديد في هذا الملف